هدنة غير معلنة بين التيار صدري والإطار التنسيقي فرضتها مراسم زيارة الأربعين المتواصلة منذ عدة أيام حيث تركت للمتصارعين فرصة لالتقاط أنفاسهم وإعادة ترتيب الأوراق لجولة جديدة على حلبة الصراع السياسي الإطار التنسيقي مصمم هذا الأسبوع على إعادة عمل البرلمان والتوجه لتشكيل حكومة جديدة بعد جمع قوى الإطار نحو 140 توقيعاً نيابياً موجهاً إلى رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص وتعول القوى السياسية على عدة نقاط في محاولة لتمرير اتفاق وسط تدعمه بعثة الأمم المتحدة في العراق قائم على حكومة العام الواحد عبر تشكيلة وزارية مهمتها تنظيم انتخابات جديدة في موعد لا يتخطى كانون الأول العام 2023 إلى جانب ذلك اختيار رئيس وزراء غير محسوب على أي من خصوم الصدر الرئيسيين مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أكد طرح أسماء بديلة عن محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة مثل محافظ النجف السابق عدنان الزرفي ومحافظ البصر الحالي أسعد العيداني مبينا أن هناك مباحثات لزيارة الصدر في النجف بغي تحثي على القبول بهذه التسوية والوصول إلى أي اتفاق يقود إلى تشكيل حكومة جديدة دون التطرق لقضية حل البرلمان لكن حل البرلمان أصبح بحسب مراقبين المطلب الرئيس للصدر للقبول بأي تسوية أو أنه تحول إلى ذريعة من الصدر للي ذراع الإطار وإجباره على تقديم تنازلات إضافية تحفظ ماء وجه الصدر أمام أنصاره الذين أحسوا بخذلان قيادتهم لهم وعدم تمسكها بأدنى مطالبهم ومهما ستسفر عنه الأيام المقبلة سواء الوصول إلى تسوية أو بقاء الصراع على ما هو إلا أن الأزمة السياسية في البلاد ستبقى مستمرة حتى الخلاص من أسبابها المتمثلة بالأحزاب الحاكمة وعقليتها الفاسدة